الذي يريد الإطلاع على كل المعطيات التي ترتبط بهذه الرواية يمكنه أن يعود إلى الحلقات المفصلة في شرحها أنا هنا سأشرحها بنحو موجز ومختصر بحسب ما يسنح به الوقت بالإجمال الرواية في شيعة إيران لا أريد أن أخوض في نقاشات جانبية سخيفة وهي تعارض الوضوحة والبيانة الشاخصة في كلمات إمامنا الباقر صلوات الله عليه الإمام الباقر كان في المدينة وهو يتحدث عن مشرق الحجاز عن مشرق البلد الذي كان يعيش فيه وفي بعض الأحيان الأئمة يتحدثون مع العراقيين فإن شيعتهم يأتون من العراق فعينما يتحدثون معهم يتحدثون عن مشرق العراق ومشرق العراقي ومشرق المدينة واحد المكان الذي يشار إليه في جهة المشرق إيران على الأقل بحسب ما أفهمه من النصوص والروايات والأحاديث كلها فأنا لا أتحدث عن حديث واحد الرواية واضحة فهؤلاء شيعة يعتقدون بإمامة الإمام الثاني عشر في سلسلة الأئمة المعصومين الاثني عشر ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم لأنهم يعتقدون بإمامته لأنهم ينتظرونه فهؤلاء شيعة شيعة يعتقدون بإمامة الحجة بن الحسن وينتظرونه ثم ماذا تقول الرواية قتلاهم شهداء هذا الوصف لا يمكن أن يصدر عن الإمام الباقر كي يصف نواصب سقيفة بني ساعد إذن القوم شيعة 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 والقوم يعتقدون بإمامة الإمام الثاني عشر وينتظرونه وهم صادقون في انتظارهم الإمام يقول ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم فهم في مشرق الحجاز إذا كان الكلام عن مشرق الحجاز حيث كان الإمام في المدينة في المدينة المنورة أو هم في مشرق العراقي إذا كان الكلام يوجه للشيعة في العراق ومشرق الحجاز ومشرق العراق واحد فهؤلاء في المشرق وهؤلاء شيعة يعتقدون بإمامة بقية الله وينتظرونه ثم سيقتل منهم ما يقتل إن كان في مرحلة المطالبة بالحق أو بعد ذلك إلى زمن الظهور لأن الرواية هكذا قالت قتلاهم شهداء بعد كل تلك التفاصيل الإمام فصل في أوضاعهم من أنهم سيجري عليهم كذا وكذا وكذا إلى أن قال ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء سيقتل منهم قبل الانتصار وبعد الانتصار وسيبقى القتل موجودا فيهم إلى زمن الظهور هذا هو الموجود في الرواية بنحو واضح هذا المضمون الإجمالي ينطبق على الشيعة الإيرانيين في زماننا أو لا ينطبق عليهم ماذا تقولون أنتم بغض النظر عن موقف سياسي نتفق معه أو نختلف معه بغض النظر عن كلمة هنا وكلمة هناك بغض النظر عن هذا الشخص أو ذاك إنني أتحدث عن كينونة عن حركة عن حركة يشترك فيها الكثيرون من مختلف الاتجاهات هذه هي الكينونة المشرقية التي يتحدث عنها إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في هذه الرواية الواضحة والواضحة جدا والمتماسكة إنها نص متماسك في ألفاظه وتعابيره ومضمونه إذا أخذت هذا النص وقايسته بالنصوص التي وردت بنفس المضمون في كتب المخالفين فإن نصوصهم هزيلة مهزوزة وقد عرضت هذا في برامجي السابقة أنا هنا لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل الذي يريد التفاصيل الكاملة فليعد إلى البرامج السابقة إلى الحلقات المختصة بشرح وبيان مضمون هذه الرواية إنما أتحدث هنا عن الزبدة عن الخلاصة فيما تشير إليه هذه الرواية إذن القوم مشرقيون في مشرق الحجاز ومشرق العراق والقوم شيعة يعتقدون بإمام زماننا بقية الله ينتظرونه وهم صادقون في عقيدتهم لذا تقول الرواية ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم يتعرضون للقتل قبل الانتصار وبعد الانتصار إلى زمان الظهور هكذا تقول الرواية قتلاهم شهداء هؤلاء لهم مسارهم لهم كينونتهم لهم اتجاههم لهم أخطاؤهم وصوابهم وهذا شيء طبيعي الأحاديث أخبرتنا من أنه ما من مجموعة ما من اتجاه ما من حزب ما من مذاق ما من مشرب فكري إلا وأهله يحكمون وسوف لا يكون حكمهم عادلا يختلط فيه العدل والظلم العدل لا يكون إلا في زمان قائم آل محمد الصلاح لا يكون إلا في زمان قائم آل محمد أنا هنا لا أريد أن أناقش صغائر الأمور ودقائقها ولا أريد أن أخوض في التفاصيل الجانبية وما يتشقق عنها إنما أريد أن أسلط الضوء على هذه العلامة الواضحة والواضحة جدا وسأتحدث في خطوطها الإجمالية لكن ما ذكرته من أنهم شيعة من أنهم يتعرضون للقتل على طول مسارهم هذا واضح في الرواية وواضح في الإيرانيين الذين نعاصرهم من هنا فإنني ذكرت في العلامات المهمة التي عايشناها ذكرت الثورة الإيرانية الخمينية هذا بيان إجمالي أعود إلى الرواية وماذا قالت كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق صار واضحا لدينا المراد من المشرق والمراد من هؤلاء القوم كأني بقوم على الأخل أخاطب الذين يتفقون معي في هذا الفهم قد يقول قائل ربما تنطبق الرواية على قوم يأتون في المستقبل من الجهة العقلية المحضة هذا الكلام ممكن لكنني لا أتحدث بهذا اللحاظ إنني أتحدث وفقا لمعطيات متوفرة بين أيدينا ووفقا لزماننا وهذه الرواية لم تأتي منفردة وإنما جاءت في سياق كل الروايات ومر الحديث عن الروايات الأخرى التي تجري في نفس مجراها لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق هؤلاء شيعة مشرقيون وبتعبير واضح إيرانيون يطلبون الحق فلا يعطونه ثم ماذا ثم هذه ثم كما يقولون تفيد معنى التراخ هناك فاصل زماني إذن هؤلاء المشرقيون يطلبون الحق فلا يعطونه هذه مرحلة ثم تأتي مرحلة ثانية ثم يطلبونه فلا يعطونه إذن هناك فاصل زماني تلاحظون النشاط الأول يطلبون الحق فلا يعطونه فانتهى هذا النشاط انتهى هذا الحدث ثم بعد فترة زمانية يعاودون النشاط نفسه ثم يطلبونه يطلبون نفس الحق فلا يعطونه في النشاط الثاني لما يصلون إلى النتيجة نفسها يطلبون الحق فلا يعطونه فإذا رأوا ذلك سينتقلون إلى نشاط ثالث فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم ليس هناك من معركة واضحة ولكنهم يتهيأون لمعركة وبالأسلحة حدثت بعض الوقائع في هذه المرحلة لكن المرحلة ما كانت سمتها أن استعملوا السلاحة ربما استعملوه في نطاق ضيق جدا في بعض الوقائع والحوادث لكن السمة العامة فإن الثورة كانت سلمية فإن الثورة اعتمدت أسلوب المظاهرات أسلوب الاحتجاجات أسلوب الإضرابات هذا هو الأسلوب الذي اعتمدته الثورة الإيرانية الخمينية العنف والسلاح والاستدام بالحكومة بالأسلحة كان في بعض المواقع كان في بعض الحالات بنحو محدود السمة العامة هي هذه مظاهرات منشورات إضرابات احتجاجات والقائمة والقائمة تطول فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم وضعوا السيف على العاتق إنه استعداد للقتال استعداد لاستعمال السلاح فيعطون ما سألوا هنا في هذه المرحلة يعطون ما سألوا فلا يقبلونه لا يقبلون ذلك العطاء فلا يقبلونه حتى يقوموا إنهم يستمرون في ثورتهم في نهضتهم في قيامهم حتى يقوموا حتى يقوموا حتى يقوموا أي أن الأمر سيكون بأيديهم ستتشكل حكومة هذا هو معنى حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم كيف يدفعونها إلى صاحبنا وهم لم يكونوا قد شكلوا دولة قد شكلوا حكومة ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء أما أني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر هذا هو المسار الذي يفضله الإمام إنه المسار اليماني ومر علينا ما المراد من الاستبقاء هناك فارق بين البقاء والإبقاء والاستبقاء مثلما هناك فارق بين الخروج والإخراج والاستخراج بين النتاج والإنتاج والاستنتاج هذا الكلام مر علينا في الحلقات المتقدمة فإنني لا أعيده صار واضحا هؤلاء المشرقيون يمرون بهذه المراحل المرحلة الأولى يطلبون الحق فلا يعطونه وتنتهي هذه المرحلة زمانا وأحداثا ثم تأتي مرحلة ثانية كالمرحلة الأولى ثم يطلبونه فلا يعطونه إنها المطالب نفسها دخلنا في مرحلة ثالثة فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه بعد ذلك دخلنا في مرحلة رابعة حتى يقوموا حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم هذا يعني أن قيامهم سيبقى مستمرا إلى وقت صاحبنا الرواية واضحة